اشتركوا في القناة وزوجة عبد الله بن عمير الكلبي أم وهب هي من شهداء الحملة الأولى في كربلاء وهي أول شهيدة من النساء في يوم كربلاء فكما يروي الطبري في تاريخه أنها خرجت نحو مصرع زوجها تمسح التراب عن وجهه وتقول له هنيئا لك الجنة حتى جاء لها شمر وأمر غلاما له يقال له رستم فضربها بعمود على رأسها حتى استشهدت فإنا إلي الله وإنا إليه راجعون